تحذيرات متواترة من خبراء ومعاهد متخصصة بشؤون البيئة من زيادة نسب التلوث في العراق حيث حل العراق في المركز الثاني في قائمة أعلى دول العالم تلوثا لعام 2023 وفق دراستنا عدتها شركة AQR السويسرية المعنية بقضايا تنقية الهواء وبينما تتضافر العديد من العوامل على زيادة معدلات تلوث الهواء والماء والتربة في العراق توجه مراصد بيئية سهم النقد للحكومات المتعاقبة بسبب تقاعسها عن الإيفاء بوعودها للحد من معدلات التلوث البيئي المتزايدة المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان كشف أن العراق يقع في المنطقة الثالثة لتركيز ثاني أكسيد الكاربون بزيادة سبعة أضعاف خلال ثلاث سنوات وبزيادة سنوية تقدر بنحو 5% مشيرا إلى أن العراق يحل في المرتبة الخامسة في أكثر الدول تلوثا بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكاربون ومؤشرات الاحتباس الحراري قطاعات النفط والكهرباء والنقل تمثل أهم المصادر لارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون في العراق بينما تقول وزارة البيئة أن هناك مخاطر أخرى تؤثر على نوعية الهواء تتمثل في الحرق المفتوح للنفايات وهو ما عانت منه بغداد خلال الأسابيع الماضية وأشارت الوزارة إلى أن نسبة تلوث الهواء في العراق تجاوزت المعدل المحدد من قبل منظمة الصحة العالمية بستة أضعاف معدلات التلوث المرتفعة تركت أثارها الكارثية على انتشار العديد من الأمراض وفي مقدمتها الأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية فضلا عن الأمراض التنفسية جراء مخلفات الحروب والتلوث الناجم عن حرق الغاز المصاحبي لاستخراج النفط الأخطر من ذلك ما كشفته دراسة نشرتها دورية راديشين فيزيكس أند كومستري عن استمرار وجود ما وصفته ببصمة نووية في دماء العراقيين المصابين بالأمراض السرطانية من جراء التلوث الناجم عن استخدام قوات الاحتلال الأمريكي لليورانيوم المنظب في البلاد أزمة التلوث في العراق تضاف إلى سلسلة طويلة من الأزمات حيث بات البلد يجسد المثال الدولي الأبرز على التدهور البيئي والفشل الحكومي في تخفيف الأعباء على العراقيين وهم يواجهون أزمة وجودية متعلقة بالعيش في بلدهم منذ أكثر من عقدين